النهاردة ان شاء الله جماعة هنعمل فورو للكاربوهيدريتز اللي هي قدام حضرتك نخلاص طلعنا من عباقة الماكرو موليكولز وبدأنا ندخل لطايتل جواها بس سريعا كده تعالى نفتكر مع بعض احنا قلنا جماعة لو تفتكروا انا عندي نوعين من الموليكولز جوا جسم كانت يا اما تبقى اورجانيك يا اما ان اورجانيك تمام الاورجانيك يا جماعة اللي هي ويتش كونتينز ايو ايه كاربون اند هايدروجين اما الان اورجانيك دازنت كونتين كاربون ما عندناش كاربون الكاربون مش موجود طب يا مستر هل كل الحاجات هن طبعا نوت اول دي كومباونز مست كونتينز كاربون او هايدروجين او بوز في بسمها اورجانيك لو تفتكروا نوت صغير كده زي الووتر فيها اتش وهي ان اورجانيك الكاربون دايكسات جاس فيه كاربون وهو ان اورجانيك السوديوم باي كاربونيت في اللي اثنين وبرضو ايه ان اورجانيك كلام ده احنا اخدناه مع بعض فقسمنا مع بعض وصلنا في اخر الحصة ان الورجانيك ماكرو موليكولز اربعة اللي هما مين كاربوهيدريتز روتين ليبيدز وي ميوكليك ايه اسد ده اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت وروحنا اقالين ان انا عندي مكعب كبير ومكعب صغير مكعب كبير زي كلمة بوليمر اللي هي زي ارزا لارج موليكول ويتش انتر يور بادي زي حتة لحمة حتة عيش الحتة اللحمة دي تعتبر ايه بروتين حاجة كبيرة حتة العيش كاربوهيدريت حاجة كبيرة لكن هل بتفضل جوة الديجيستف سيستم بنفس الحاجة قلنا لأ هتمشي في الديجيستف سيستم ويبدأ شكلها يتغير اللي هي يحصل لها ديجيستد تتهضم طب هتوصل وتتحول لكلمة مونيمر طب تعالى كان افتكر هو ايه الفرق بين الاثنين ان كان عندي امثلة للبونيمر وامثلة للمونيمر تعالى كده مين يلعب معنا اللعبة دي اللعبة يا مستر حاخد كلمة من اللي تحت وحطها يا يمين يا شماد احنا قلنا المربع الكبير اسمه يا جماعة بوليمر والمربعات الصغيرة مونيمر طيب ازاي مستر تعالى كده نجرب مع بعض يلا ده البروتين حيبقى بوليمر حرمي بس في المكان اللي يطلع معايا ها مونوسكرايت مونيمر الفاتي اسد مونيمر الكاربوهايدريتز بوليمر ها النيوكليك اسد بوليمر الامينو اسد مونيمر الليبيتز بوليمر النيوكليك اسد مونيمر هظن الناس فهموا انا بحاولت ارتب ليه خليت كل حاجة قصاد الحاجة بتاعتها يعني ها الكاربوهايدريت هتبقى مونوسكرايت الليبيتز لقصادها فاتي اسد البروتين النيوكليك اسد نيوكليوتايت حاجة صعبة كيه جماعة في صعوبة كده شباب نكمل فالراحة كده فالكاربوهايدريتز قدنا دي اردى اورجانيك ماكرو موليكول which consist of three atoms which are كاربون هايدروجين اوكسوجين شوف احنا ماشيين عمالين نربط ما بنحسط المرة اللي فات وحسطت ايه المرة دي عشان ما تتخضش المثال كان الجلوكوز رمزه c6 h12 o6 وروحنا عايلينا جماعة ان انا باختار او بقسم ان انا عندي c و h و o الرش m وانتو 221 ده الكلام اللي احنا اخدنا المرة اللي فاتت من النهاردة ان شاء الله جماعة هناخد حاجة اسمها classification what is the meaning of classification for our place today دي الوقتي اليوم احنا مقسمين في السيشن الستيودنس النوعين ايه هما boys ورا و girls قدام صح كده طب ركز حضرتك هو انا التقسيمة دي يا مستر احنا عاملينها ليه احنا عاملينها جماعة عشان الفصل يبقى فيه فصل من السبيان ومن البنات عشان تعرف تتعامل مع كل شخص على حسن طب يا مستر هل الكاربوهيدريتز دولة يعتبر او ينفع يتفصلوا قالك اه قالك الكاربوهيدريتز تقسمتهم نوعين بيتقال عليهم symbol وcomplex حد يعرف الفرق بين الاثنين symbol يعني بسيط وcomplex يعني معقد فيه symbol sugar وفيه complex sugar ودي حسة النهاردة ان انت حست النهاردة هتقسم بقى الكاربوهيدريت لانواع طيب تعال كده نقسمها لانواع ايه الفرق بين symbol والcomplex قالك الفرق من symbol sugar والcomplex sugar في الجدول اللي جاي ده ان انا لو جيت قلتلك مثال symbol ومثال complex هتبدأ تنقل معايا المثال symbol sugar glucose جلوكوز حد يعرف يعني جلوكوز شجر السكر العادي عارفين السكر اللي هو حضرتك موجود عندك في البيت ده نوع من انواع السكريات يبقى ده شجر عادي خالص تمام المثال بتاع مادة السليلوس اللي هي بين كوسين الوود الوود اللي هو مكون الخشب الخشب اللي حضرتكم قاعدين عليه حاجة صعبة جماعة في صعوبة كده تعال انقارن وانت هتفهم الفرق بين الاتنين يلا بينا السليبلتي هيا دبنا بس غيرت شوية يلا جماعة السليبلتي الزوبان مين شاطر جابعي يقول لي لو جبت فبوف ووتر وحطيت جلوكوز شجر وسليلوس حد يعرف ايه الفرق مين يحاول يوسف بها الجلوكوز شجر حيدوب صليبل ها وده مش حيدوب يبقى انا جماعة ها اقدر افرق ما بين السيمبل شجر والكمبلش شجر السيمبل شجر يبقى كده الووتر ممكن يبقى فايصل بينه لو جبت لك مادة وقلت لك سيمبل ولا هتقول لي حبة مين مية ده بيبقى سيمبل مدامش يبقى ايه رأيك الفرق ما بين الشجر والوود ها فضل حمادة شجري وده وممكن اقول عليه يبقى السكريات الخفيفة البسيطة بيبقى طعم لكن السكريات المعقدة ملهاش طعم يعني انت لو اخدت مثال على كده في مثال تاني هنا اسم السطارش السطارش ده عبارة عن مادة النشا اظن كلنا عملنا كريمة قبل كده البنات اكيد حتى يعني لو مسكت النشا ده جماعة وخططه على بقك هل هل جماعة هيدوب لا طيب لو خطط النشا ده جماعة ودقت هل طعم لا لكن لازم حططه لبن وتحط له السكر وتحط له مش عارف ايه عشان تتعامل الكريمة الموليكيلر ويت الموليكيلر ويت جماعة احنا عايزين بالكيمسترين معلش بقى ركز السيمبل شجر بتبقى حلقة واحدة حلقة واحدة زي الجلوكوز انا بكلمك كيمستري بقى الجلوكوز ده اللي ورمزه ايه بتاخد الكلام ده في الكيمستري المستر اللي بتاخد عنده كيمستري يقولك السي ب12 جرام صح كده صح كده قل لقى وتروح بقى فاكك الكلام ده يقولك طب دي one موليكوز شجر حيبقى 6 في 12 بلس 12 في 1 بلس 6 في 16 صح كده ولا لا هيطلع لك رقم بالجرام طب ده يا مستر الجلوكوز احنا عارفينه انت قلت هولي المرة اللي فاتت السيلي لوس السيلي لوس ده جماعة بيبقى جلوكوز واحدة التانية من اول 3 وطالع من اول 3 وايه 4 5 10 20 الى اخره من شاطر يقولي لما حضرب بقى C6 H12 O6 واحدة كمان واحدة كمان واحدة كمان الى اخره الرقم اللي حيطلع لي زي الرقم اللي قبله حقول عليه Higher than ولا lower than يبقى Higher يبقى انا لما جاء كارن لما جاء كارن السيمبل والكمبلكس في الموليكولر ويت حقول هنا Low واقول هنا ايه عرفت الكلام ده منين باي كامستري الكامستري فدتنا هنا بقى انه لما فكت الارقام ده عشان فطلع رقم التاني خمسة ستة عشرة فحيبقى الارقام كتير خالص في صعوبك يا جماعة في صعوبك ده يا شباب يبقى نالوقتي اخدت النهاردة الكاربو هيدريت كلاسيفكيشن الكاربو هيدريت كلاسيفكيشن عبارة عن سيمبل وي كومبليكس سيمبل شجر اللي هي الشجر اللي عندها low موليكولر ويت التست بتاعها تستي او سويتي او شجري اما الزوابان السوليبيلتي بتبقى سوليبل التانية زيها ولا العكس سوليبل تبقى هناك هنا low موليكولر ويت هناك هاي موليكولر ويت هنا التست شجري هناك نو تست حاجة صعبة يلا مينا السيمبل شجر السيمبل شجر يا اما تبقى وان رينج يا اما تبقى اللي مركز في حصة المرة اللي فاتت هيعرف الاسماء صدل يا حمادة وان رينج يبقى اسمها وان رينج يبقى اسمها خدناها خدنا الاسم مونو ايه كانت كلمة كبيرة كده مونو ساكرايد طب تورينج داي ساكرايد يبقى انا عندي مونو ساكرايد وايه وداي ساكرايد يبقى فيه مونو ساكرايد وفيه داي ساكرايد تمام يا جماعة دول الفرق بين الاثنين طب لو جيت قلتلك وات اسم انت باي مونو ساكرايد هتقول ده الشجر واتش كونسيست كم موليكيول موليكيول واحد موليكيول واحد اهو ده اللي بتكون من وان موليكيول حاجة صعبة جماعة طب زي ايه يا مستر عندنا اخدنا اشهر موليكيول واحد كان اسمه ايه هيا جماعة بقالنا حصتين ها رمزه جماعة ده من قطر ما عدنا احنا هنهزر ده جماعة الجراب شوجر جراب زي يعني سكر الايه العنب يبقى الجلوكوز اسمه جراب شوجر الفرق بين الاثنين ان حضرتك فيه فرق ما بين الكيميكال نيم والنيك نيم الكيميكال نيم اللي هو الاسم الكيميائي اسمه ايه جلوكوز النيك نيم اسم الدلع اسمه ايه جرابز طب مصر هلنا مطالب بالاتنين اه طب انا عايز افهم يا مستر هو ممكن يجي في الامتحان يقول لي جراب اه لكن اللي بيتكرر معك في الامتحان هو مين جلوكوز لان ده الاساس كل جسمك من اول و الاخر ويدور على الجلوكوز الشوجر عشان كده بعد الشر يقولك ده هيعلق محليل المحليل دي عبارة عن ايه نوع من اتنين يا اما محلول ملحي يا اما جلوكوز شوجر محلول سكري على حسب بقى انت داخل تتعالج ايه ضغط بقى ولا سكر ولا ايه بالزبط فاهمين يا جماعة نومبر تو حاجة خدناها تانية اسمها رايبوز رايبوز شوجر ده بنتوز انا بيرمينك معلومات انت عارفها قبل كده ها الرايبوز ده رمزه ايه سي فايف اتش تن او فايف يا مستر العالي الدحيحة دي عارفة من اين قلناها كانت الحصة اللي فاتت الوال بينتوز الشجر السكر والخبازي ده بقى جماعة اللي بيدخل جوه النيوكليك اسد النيوكليك اسد اللي هو دي ايه او ار ايه والاشهر الار ايه حتى الار ايه بيبدأ بحرف والريبوز بيبدأ بحرف حتى الار ايه لما يتفك اسمه رايبو نيوكليك اسد رايبوز نيوكليك اسد يبقى في رايبوز طب الدي ان ايه اسمه دي اوكسي رايبوز نيوكليك اسد يعني في رايبوز برضو كلام ده هنعرفه بالتفصيل قدام ننسى في البداية يبقى الريبوز هو اللي بيخش في نيوكليك اسد التالت اسمه فراكتوز فراكتوز شجر رمزه زي الجلوكوز يبقى تابدأ ده الفروت شجر سكر الفواكه الاخير جالاكتوز شجر يبانا عندي جماعة اربعة اللي هما مين ها جلوكوز رايبوز فراكتوز انت الكلام ده عشان لسه اول مرة صعب ولا سهل صعب انت اول مرة تشوف الكلام ده لكن مع التكرار ومع خطوة المرة اللي جاية حنقفله الكربوهيدريت والمرة اللي بعديها ريفيجن والمرة اللي بعديها حيبه اول ايه امتحان فانت بالتالي كده بالترتيب حبة حبة انت ملا اربع حصص ما خدش ادحان ها يلا بينا يعني ايه دايساكرايد بقوا اتنين طب يا مستر بتاعتهم يا جماعة ان انت بقى بتربط عبارة عن موليكيول مع موليكيول صح صح معنا بالله عليك ده اسمه ايه جلوكوز وده اسمه ايه يدينا شجر اسمه مالتوز ركز عشان اسأل الناس ده اسمه المالت شجر او المالتوز شجر اللي هو سكر الشعير تسمع عن الفيروز والبريل مين شربها مين شرب فيروز او بريل تقريبا كلنا صح الفيروز او البريل او الشويبس الجولد فعمها حلو ولا وحش وحش يعني ماشي طيب انا صلى عن نبي بس صلى عن نبي صلى عن نبي احنا قلنا الجلوكوز لوحده ده سكر صح لما بقى سكر وسكر لزقوا في بعض بقى سكر طعمه حلو ولا الطعم قل طعم قل طب لما يبدو اتنين واثنين حيبقوا ان احنا التانية اسمها هل حيبقى فيه طعم الطعم حيبقى مش موجود لان احنا كل ما نزود عدد الحلقات الطعم حلوته تزيد ولا تقل تقل والدليل على كده لو عملنا عشرين حلقة وبقى خشب خشب اللي انت قاعد عليه هل يطعم انزل كده ضوء الخشب بلسانك ولا هتحس بطعم صح ولا لا يبقى انا قصدي كل ما زود عدد الحلقات الطعم حلو كل ما قلل الطعم يظهر وخصوصا لما يبقى وان رينج ولا تو رينج وان رينج اللي هي المونو سكرايت يبقى اعلى تست في المونو اقل تست في البولي لما يبقى كمية كبيرة بقى تاني نعيد تاني الكلام لما كانت رينج واحدة جلوكوز سكر جميل اول ما تحطه كده حتدوق طعمه عطول ها بقوا من اثنين مالتوز ده سكر الشعير الفيروز طعمها البعض يستصاغه والبعض الاخر لا يريده انا مستر عامل راح اقول لا والله ما بشربش فيروز غير يمكن تحط الفيروز لا جميل انا عايش يبقى في ناس وناس بعد كده لو جمتلك حبة نشا كده وقلتلك دقه هتقول لي يع مش حلو حتة خشبة لا مش حلوة كله حيرفقت يبقى انا جماعة كل ما زود عدد الحلقات الطعم يقل كل ما قلل عدد الحلقات الطعم يبقى جميل يبقى انا هنا عندي كده الفايصل هنا هو قدامك اكتر من سؤال ريتن الساي لما اجا اقول لك جلوكوز وجلوكوز بريديوس مالتوز ده الوات هابت لو جيت قلتلك رايت او رونج جلوكوز اند جلوكوز جيف فراكتوز هل الكلام صح غلط لما اجا اقول لك زبرودكت اوف كومبينيشن اوف تو جلوكوز هادينا مالتوز اسمه ايه في صعوبك يا جماعة الكلام عايز من حضرتك ورق او قلم ورق او قلم اللي حيتحك عليك ويقول لك ده مبارح عرفنا من واحد في تانية سنوي ان في حاجة اسمها ورقة مفاهيم ايه ورقة المفاهيم دي ما انا هقول لك بقى كل الكلام اللي حيتقلق ورقة المفاهيم دي يالا بيلخص لك المنهج في ورقتين وتخش الامتحان بيه وتحل هقول لك كلمة بقى ايه ده تحت الكوبي الملخصات دي مش هتلاقيها ولا في اي مكتبات ده هو بيديك ورقة بالتايتل كاربوهايدريتس سمعيكم ايوة فين المعلومات مش موجودة هو بيكتب لك بس عنوين كده وحضرتك بتلوس في الامتحان واقول تاني كلمة بقولها كل تيرم وهتسمحها مني كتير واحد مذاكر قوي واحد مش مذاكر جيت الديتل للتين الكتاب شوف انا بقول لك ايه وده بيحصل وحصل في سنة من السنين راح الوزير قالوه كل المدريات وزع الكتب على الطلبة او الايه التاب هو مين اللي حيطلع الاجابة الاول المذاكر ولا المش مذاكر المذاكر المذاكر اللي مرتب اللي عارف حتى ولو نص مذاكرة حيعرف حيوصل للاجابة فبلاش تحط نفسك في مكان وحش يعني بص كده التانية التانية اسمها ايه جلوكوز بلاس فراكتوز احنا قولنا جماعة الفراكتوز ده اسمه ايه شوجر بيبدأ بحرف الاف فروت شوجر زي عبارة عن سكر اسمه الساكروز ده موجود في الشوجر كين الشوجر كين ده اللي هو ايه قصب الايه السكر مستر انت قولتني من شوية ان لو زاد السكر بيبقى الطعم وحش ولا حل وحش ده القصب ده جميل ده احنا بنجيبوه بنعملوه عصير وساعات بيتمصق او يتقطع ويتاكل موال حضرتك انت لو تركت الشوجر كين ده جماعة لحظة بيتاكسد صح لو سبت كده كبات العصير وجرح جازي زكا مسترع الحمد لله جانع الله ايه اغبارك تمام التماتل لما حرجع وبص على كبات العصير حاد دعي عليها هقول ده انت ايه اللي طلعك ليا دلوقتي ده انت عطلتيني عن كبات العصير ما كنت هشربها الاول فاهمين يا جماعة ناص دي ايه بمعنى ان الطعم برضو بيروح بسرعة لكن السكر اللي الواحده في البيت ده لو انت فتحت عليه عشر سنين هل بيحصل له حاجة بيفضل زي ما هو يبقى احنا لسه القاعدة موجودة كل ما هيزيد كل ما ايه الشوجر افكت بيقل اخر واحد اخر حاجة الجلوكوز والجالكتوز دي اخر حاجة الجلوكوز والجالكتوز عبارة عن شجر اسمه اللاكتوز او الملك شجر ايه بدأنا يا مستر ماشي بالحب اه اللاكتوز اللي هو جماعة الملك شجر التلاتة اللي قدامك على البورد دولت دول هم اللي حيتذكروا لان انت تاني كده احنا عندنا جماعة السيمبل شجر يا اما تبقى مونو يا اما المونو بتتكون من كام رينج وان رينج كانوا امثلة اربعة ايه هم جلوكوز رايبوز فراكتوز جالكتوز صح كده جينا بقى في الداي ساكرايت بيتكون من كام رينج سورينج اتنين بقى ملزوين مع بعض اول اتنين جلوكوز وجلوكوز اسمهم مالتوز التانين جلوكوز وفراكتوز اسمهم ساكروز التالتين جلوكوز وجالكتوز اسمه لكتوز اللي هو الملك شجر انت فاهم دلوقتي بس لسه ما ايه ما حفظتش اللي هو لازم افتح في البيت اعمل اكوشن كده مع نفسي بستر عمر قال لو كزا مع كزا يدينا كزا ورق او قلب استحالة تبقى انت وانت قاعد كده يعني حتى في الاندم شيت انا هاجبلك الساهل اقول لك جلوكوز مع جلوكوز يدينا مين مالتوز شفت بحلقة لك سؤال اهو عشان عايزك تبقى مركز معاي طيب استاذ انسيتك بص على المرض اللي قدامك ده المرض اللي قدام حضرتك ده جماعة ده عبارة عن مرض اسمه لاكتيز انتلرانس يعني عبارة عن مرض بيحصل جوه الجسد ان ما بيتكونش حاجة اسمها الاكتيز الاكتيز ده نوع من انواع الانزيمات بتبقى موجودة في بطن حضرتك عشان اللاكتوز اللي هو اللبن طب هو الانسان بيبدأ يشرب لبن من امتى حضرتك نومبر وان من وقت ما هو الوان داي او زيرو داي اللي هو الديليفري داي اللي هو حضرتك جماعة الشخص بالبلدي كده من يوم الرضاعة طب انا دلوقتي مفيش الانزيم اللي بي اعمل ايه تفكك للبن بيهضمه يبقى بداية من البيبي ده حتبدأ تظهر عليه اعراض غريبة ايه هي الاعراض ده هي الاعراض دي يا جماعة حيحصل لي اشولك عليها فين فين تياره يا اللي هو الانتفاخات ان البيبي يبقى منتفخ ليه لان اللبن ما تهضمش وإلى آخره لبن ما تهضمش طب الشخص ده جماعة يتفكي الموضوع ده ازاي بيتاخد اقراض بسيطة لو كان طبعا طفل كبير الاقراض دي عبارة عن اللاكتيز انزيم بس قبل ما ياكل الالبان دي او يشرب الالبان دي طب الاقراض دي بقى لما تنزل المعدة هتحضر اللبن ده اول ما ينزل يتكسر فيتهضر يبقى انا كده بالبندي ساعدت ان الجسم يستفيد من البرودكت اوف لاكتوز شجر هو اللاكتوز بيتكون من ايه ومن ايه زي ما قلنا ها تحت خالص جلوكوز ويه جاكتوز تمام طب وانت جسمك بيسعى ان هو يدور على مين قص على الكلمة المرتبطة في كل حاجة في الشجر اسمها ايه لان الجلوكوز ده اللي بيديك الانرجي الجلوكوز ده اللي انت بتسعى عليه عشان تجيب منه الايه الانرجي حاجة صعبة جماعة كي بوينت بسيطة بيقولك لما لزق جلوكوز مع جلوكوز بستخدم بوند اسمها جليكوسيديك بوند مش فاهم يا مصدر يعني ايه يعني ادي جلوكوز وادي جلوكوز من شطرة عشان لو طلعت حلت رنة مشيت جلوكوز بلاس جلوكوز هيدونا اتنين مع بعض اسمهم ايه بقى الله ينور عليكم مالتوز قالك وانت بتلزأ اي موليكول مع موليكول تاني لازم تطلع ووتر تطلع ايه يعني مين شطر يقولي المالتوز شجر رمزه ايه تعال نحل مع بعض احنا قلنا الجلوكوز لوحده كام 6H12O6 صح كده وده C6H12O6 مادام دول اتنين يبقى حتضرب C6H12O6 ملتبلاي كام 2 equal C كام H كام 24 O كام 12 1 minus water molecule يبقى equal ها هل السي حيحصل فيها اي حاجة هتفضل زي ما هي C12 ال H هتقل لي 2 يبقى 22 وال O هتقل لي 1 يبقى 11 يبقى ده رمز المالتوز حاجة صعبة طيب نصعب شوية لو سكر بيتكون من 3 ان شاء الله الناس هتاخد بالها حد يعرف ده هيكون كام water molecule اتنين لي يا صاحبي عشان فيه two bond برافو يبقى انا عندي البند اللي في النص دي كل ما بند تتكون يطلع water molecule تمام كده يلا نحل يبقى دولة بقهم كام glucose molecule C6 H12 O6 في كام في 3 اكوال يلا C18 H36 O 18 minus كام water molecule اتنين على جنب كده اتنين في اتش 2 O اتنين في اتش 2 يبقى اتش كام وال O ب O2 فاهمين يا جماعة ناصد ايه دول اللي حنقصهم من الرقم ده يلا بينا هل السي حيحصل فيه اختلاف C كام اتش ها سيرتي كام 2 لان انا نقصت 4 وال O 16 حاجة صعبة جماعة حاجة صعبة تضل يا حمادة تانية حمادة تحت امرك حمادة احنا قلنا كل ما جيب molecule مع molecule بيلزقه في بعض ويتكون بند في النص البند دي عندنا اسمها ايه جلايكوسيدك دي بند بتربط ما من شجر وشجر لما بتتكون في الخبطة بيتير water molecule فانا بعمل ايه بجمع الارقام اللي عندي او كم مرة هما اتنين حسبتها بما انهم اتنين يبقى فيه بند ووتر موليكيون ادي الووتر موليكيون ايه وانا قصهم من بعض طب يا حمادة لما بقهم تلاتة تلاتة يبقى كام حاجة هتربطهم في النص اتنين يبقى اتنين بند واتنين ووتر موليكيون انا قصهم هم تمام يا صاحبي حاجة صعبة يا رب ده مين ده مش حمادة ده لا ده واحد يا جماعة بيوضح لحضرتك الصورة اللي احنا جبناها في الاول خالص فاكرينها كانت صورة الكاربو ايه اللي هي موجودة جوه حياتك ان حياتك كلها ما هي الا كاربوهيدريت مستر انا ما اقولش عيش حضرتك لازم اكلك يبقى فيه كاربوهيدريت مستر انا عامل ريجيم من يومين دولات ده اول حاجة يقولك كل عيش بس عيش برد او لما تيجي على الفطار مش عارفتك كل ايه هتلاقي طول ما انت ماشي طول النهار لازم يبقى فيه كاربوهيدريت بس بنسبة ايه قليلة لان الكاربوهيدريت دي لما بتتحرق في جسمك هي اللي بتديك الايه الانيرجي الطاقة طب بتيجي منين بتيجي من اصغر موليكيول في الكاربوهيدريت مهم جوه جسمك اسمه الجولو ايه جولوكوز اسمه جوه جسمك ميتو كوندريا ده جماعة مركز الطاقة في الجسم لو جيت قلتلك ايه شركة الكهرباء اللي مشغلاك واظن احنا ما شاء الله دلوقتي في فنصة عارفين اهمية الكهرباء لان كل واحد عارف بالزبط المعادل اللي بتتقاطع فيه ما تدورش على الوقت اللي موجود الوقت اللي موجود انت فرحان لكن الوقت اللي بيتقاطع هنا عندنا في السنتر مثلا من اتناشر لواحدة كان فيه تلتاعدادي نقلناها جبناها من الساعة حداشر لربع لاتناشر لربع كنا منبقوا عاملين مثلا ان فيه شغل في الوقت ده ما بقاش موجود كل واحد محضر مروحها وعمالي مروح ليه ما فيش تكييف ما فيش مروح ما فيش شاشة ما فيش بايك ما فيش اي حاجة فالدنيا وقفة لان الطاقة كلها بتجيلك من المكان ده هنا نفس المكان المكان ده جماعة ده مكان جوه السل بعد الشر لو مش موجود انت تموت الحاجة دي لا ترى بالعين المجرادة لازم compound microscope المايت كوندري دي هي اللي بتاخد الجلوكوز وتكسره وتطلع منه الانيرجي على شكل حاجة من ثلاث حروف اسمها A T B اسمها ايه الATB ده مستر ده عبارة عن طاقة جوة جسمك بتتكون من أدنين أخدتوا السنة اللي فاتت انت وريبوش شجر وتلاتة فوسفيت ايه مستر الكلام ده هل الكلام ده علي انت عليك بس مؤقتا النهاردة مؤقتا النهاردة تبقى عارف ان الجلوكوز الواحد بيديك سرتي ايت ايتي بي تمانية وتلاتين ايتي بي طب الات بي الواحد عشان تبقى عارف المعلومة اللي تحت دي مش عليك النهاردة بيتفك لحاجة فيها انيرجي كلام ده تاني مش عليك اللي تحت دي سيفن لتويلف كيلو كالوري طبعا الناس كلها عارفة يعني ايه كالوري كالوري يعني سعر حراري صح? يعني انت السكرياية اللي انت بتاخدها وبتتكسر جوه جسمك بتطلع من سبعة للتاشر الف كالوري اللي هو حضرتك لو جبت اي كان كنزاية وقلبتها يقولك الكنزاية دي تحتوي على مش عارف كم سعر حراري ولو رحت الدكتوري ريجيم يقولك انت هتاكل المفروض ربعا رغيف وبتطسايا وبضايا والدهر مع علاقتين رز ومع علاقة سلطة ومع علاقة مش عارف ايه ايه يا عم الحاج الحاجات دي ما هي دي لحاجات اللي هتبقى قد الكالوري اللي انت محتاجها فبعد كده الجسم هيبدأ يحرق في نفسه فتخس فتشتم وتشتم ومش عارف ايه وتشتم اللي ايه وتقوله مش خاسس ليه لان انت متعود هل بتاكل ربع رغيف هل بتاكل تلاتة اربعة هل بتاكل معلقة الرز طبق طبق ونص هل متعود تاكل حتة لحمة صغيرة ده انت بتهيص لحد ما تجيب اخر من الاخر يعني يبقى انت الكالوري دي هي الطاقة يبقى انا لو جيت قلت لك الجلوكوز بيتفاكك يديك حاجة اسمها ATB اسمه باللاتيني غلص شوية هنحلوه في سؤال كرياتي في الاخر اسمه ادينين تراي يعني تلاتة فوسفيت ثاني كده اسمه ايه ادينين تراي فوسفيت هم الفنا مستر الريبوز ما اسمه ادينين تراي فوسفيت ادينين دي يعني ايه يعني ادينين مع ريبوز الكلام ده لاتيني انت لما بتسمعه الاول مرة بيبقى صعب على حضرتك فلازم تحب المد تقول الله ريبوز كده يعني لان فيه ناس بتروح مش فهم حاجة عايزين نعيده من الاول لازم طب بنا يكرمك يا حاجة يا رب تعال كده نحل السؤال ده خد بالك عشان احنا كده ممكن ما نلحقش نحل اللي هو بتاع بنك المعرفة هنحاول ننجل شوية يعني يلا كده جماعة براحة ده سؤال قدام حركة في الملزمة ويا سلام لو وزعنا الملازم هوقف الريكورد كده يلا جماعة يلا شباب يلا بينا يلا نحل كده في ملزمة جماعة ما لازم ورا ملزمة محمد إبراهيم حد حدتها بالغلط معاه وبلال اهو اهو يلا جماعة من يحل في الشجر ال بص على الشجر ال الريشيو ما بين السي والأتش والأو السي اللي هو بلون الأورنج الأتش اللي بلونها الاي البيبي بلو والأكسجن اللي هو بالجرين سي اتش او سي الاول او بعد كده اتش بعد كده هتفضلي هنا وان تو وان تو طب اش معنى عشان فيه لغبطة في الترتيب المفروض سي اتش او احنا جايبنا سي او اتش تمام جماعة السي الاول بعد كده الاو بعد كده الاتش احنا لو جبنا الرمز بتاع فور اتش ايت او فور تمام يا جنح جازي ما هو على الجراف اهو الاتش اللي هو باللون الاحمر هي دبل هي جايبلك الاتش اخر واحدة وان لوا لتو فهمت جايبلك الاتش اخر واحدة احنا قلنا يعني ايه دايسكرا يا جماعة يعني بيتكون من تو موليكير تو موليكير يعني عدد الكربون قليل ولا كبير كبير حد فكر عدد الكربون بيبقى كام لما يبقى تو موليكير الس هتبقى كام 12 تمام فين الس اللي بتول يا جبعة واي الناس فهمين مين اللي مش فاهم تمام دايسكرا يعني بيتكون من تو موليكير تو موليكير يعني سي سيكس مرتين يبقى هيبقى سي كام 12 السي 12 فين السي اللي هي الايه الورانج السي 12 اهي في الواي تمام ماشي اه اجلوا كل شجر يبقى يبقى يلا بينا جماعة الرسمة برضو الشجر اللي بيدخل جوا من شاطر فكرني هو مين الشجر اللي بيدخل جوا النيكليك اسد اللي هو الدي الني والار الني ريبوز حد فكر الريبوز رمزه سي فايف اتش تان او فايف فين سي فايف اتش تان او فايف فين سي فايف زد تمام اهو فايف بين الاتنين ناس معنا او ان ايه معنا معنا بجد يا جنة من الشجر اللي بيتحرق جوا جسمنا يا جنة احجازه عشان يديك طاقة الجلوكوز رمزه طلعيني بقى من هنا فيه سي 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 اتش 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 او سي من السي ستة من الورنج ستة اكس زا شجر زا تفاوند ان زا مادر ملك عد فاكر يعني ايه مادر ملك لاكتوز تمام اللاكتوز ده مونو ولا ضاي ضاي الضاي يعني فيه كم كربونة ستة ولا اتناشر اتناشر لانه بقى اتناشر يبقى مين واي دي بقى عايزة حد شاطر عايزين خمسة شجر من ال اكس يعني خمسة جلوكوز والنبي فكروني احنا قلنا لو خمسة جلوكوز حيتربطوا بكم رابطة فور وكم موليكيل وفوتر يخرج فور لان احنا عرد الروابط عرد البوند بيبقى اقل من العرد الاساسي بوان يعني لو عشرة يربطهم كام تسعة لو احداشر لو مليون تسعومية تسعة وتسعين علف وتسعومية تسعين يبقى حضرتك هنا هو دولة كام خمسة يبقى 5 ملتبلاي C6 H12 O6 انا عايز حضرتك تحل يلا بينا 5 ملتبلاي C6 يبقى 30 5 ملتبلاي 12 ها 60 و 5 ملتبلاي 6 30 حاجة صعبة هل كده ينفع فاضلني ميل مينس ال H2O كام H2O 4 يبقى H8 وO4 نقصه يلا السي زي ما هي والH ها ها 52 والO 26 هل في الرقم ده عندك اللي هو ميل C ثلاثين ثلاثين اتن وخمسين ستة عشرين ايوة لان ال H2O الووتر موليكي الواحد H2O وهم اربعة يبقى H8 وO4 يلا جماعة 2 فورما بوليمر أوف 8 مونيمر X يبقى حيبى عندنا كم ووتر يطلع 7 احنا قلنا نقص كام 1 ها خلاص خلصنا اللي قدامك ده جماعة يتقال عليه هل مونو سكرايد هل داي سكرايد حيبقى اسمه بولي سكرايد برافو عليكم البولي سكرايد ده يتقال عليه سيمبل شجر ولا كومبليكس كومبليكس مين شاطر يقول لي خواص الكمبليكس احنا خلاص خلاص ارفع ايدك لو سمحت الكمبليكس شجر فضالي يا رتاج insoluble have no test high molecular weight مين شاطر يقول لي two example انا قلت two example في الحصة حمادة ما اسمه شهود اسمه طارق سليلوز السليلوز ده اللي بيخش في تكوين السلول بتاع النبات اللي هو الوود في حاجة تانية في الكريمة ستارش دي بتخش في البلانت اللي هو في البوتيتو والكلام ده في واحدة في الهيومان اسمها جيلايكوجين ده نشاء نباتي عشان تسمع الكلام ده من زمالك اللي في العربي نشاء نباتي لكن ده اسمه نشاء حيواني اللي هو بيدخل في تركيم جسمنا ما احنا انيمال احنا حيوانات بس حيوانات ناطقة يلا جماعة مني اختار النورمال سيكونز في الكورن بلانت لو انت مركز هتعرف الكورن بلانت اول حاجة بيكون سكر عادي اسمه جلوكوز بعد كده يتخزن على شكل ستارش بعد كده يتفك تاني منه لا جلوكوز بعد كده يديك يبقى هنو ترتيبة سين افهم مش احفظ تاني النبات لما بيكون الجسم بتاعه سكر بلوكوز يجمعه على شكل ستارش اللي هي البطاطساية حاب يحرق هيحرق الستارش يرجعه تاني ايه فيجيب منه اتي بي فاهمنا جماعة مش عاك البيو ساهل والله مش عاك ها اللي ستارش ده بولي سكراي ده الكلام صح ولا غلط ها صح وبيستخدم في ده اللي هي عبارة عن الحلويات هل ينفع باستخدمه في الحلويات حل بي حد يعرف ليه عشان زي 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 من الت قالت ان هي ايه واحدة والتانية رونج يعني حاجات شبه بعض مين شاطر يقول مين لما يتفك يدينا حاجات مش شبه بعض طب براحة كده الملتوس بيدينا گلوكوز وجلوكوز الجلايكو جين جلوكوز 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 جوا جسم الستارش يدينا جلوكوز 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 بس جوا جسم مين البلانت لان ده نشح حيواني وده نشح ايه ومالفض المين بيتفك لحاكتين جلوكوز وفركتوس للناس اللي مركزة قوي عدد الهايدروجين اللي بيطلع والنمبره في بوند تعال نجيب حمادة بقى حمادة احنا قلنا لو اتنين جلوكوز ارتبطوا مع بعض هيعملوا كم بوند واحدة طب لما الاتنين جلوكوز دول يرتبطوا مع بعض حيطلعوا ايه غير البوك ده كمان حيطلعوا ايه جزء ايه رمز الووتر اتش تو او يبقى البوند واحدة والاتش اتنين لا 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 ثانية واحدة ما احنا قلنا الايه التوتل هايدروجين الاول اهو الاتش اتنين والبوند ايه واحدة يبقى توتو ايه توان بيحد مش فاهم عيد تاني جاسي كل بوند بيطلع معها ووتر بوليكو يبقى البوند وقصدها اتنين هايدروجين بيطلعوا يبقى لو جيت ارتلك الهايدروجين لعرض البوند اتنين لواحد تمام هجيبها في امتحان من امتحانات الاكسجين للبوند كل بوند بيطلع معها كم اكسجين واحدة بس ها ATB يبقى ادينيزين ترايفوسفيت الاسم العلمي بتاعها حسة النهاردة انا عارف تقيلة لا ثانية واحدة الديئة 27 معنا 3 دقائق ما شاء الله معلش معلش والله تانية سانة ويبرخ اقسم بالله سانية رتو هنحل حتى على الاقل اسئلة الايه المعاصر وبنك المعرفة هبعتها لك ايه محلولة يلا بينا كل المنرال سولت فيها كربون هل الكلام صح؟ حد يرفع ديه حبيبا حل يا حبيبا ها wrong طب التانية زي منرال سولت لازم يبقى ارجانيك يبقى wrong البيولوجيكال ماكرو موليكول فيها كربون كلام صح ولا غلط؟ غلط طيب ماشي ها معاك فيه كربون لازم يبقى من بيولوجيكال ماكرو موليكول الاتنين غلط ايه رأيكم يا جماعة؟ الاولى صح والتانية غلط بس التانية بيقول لك يا جماعة اي كبه او غماشي الاولى صحة والتانية غلط فارئة سنوة عمالين يدخلوا during the photosynthesis process a large number of glucose molecule is produced from the chloroblast and the storage inside it the process يعني لما هيتجمعوا مع بعض الجلوكوز الكتير ده اسمها polymerization طيب من حسة النهاردة مين يقول لي هيتحول على شكل ايه؟ جلوكوز وجلوكوز 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 جوه النباتي بقى اسمه ايه؟ starch المونوسيكراية contain ركز بق المونوسيكراية ده جماعة من C3 لC6 مين شاطر؟ هل معرفة عدد الكربون ده يقدر يحددلي رمز الكمباوند؟ اه لو C3 حيبقى رمزه H6O لو C4 يبقى O4 لو C5 لو C6 بسم لكم بالله أحسن مجموعة أولى سنوي أو كجروب كله حتى اللي موجود في المجموعة الثانية طلبة مركزة بتذاكر أو على الأقل اللي عايز يفهم مش جاي يا وك معدل الاتنين رسمهم عبد الرحمن مش تلاتة اللي فيه واحد بيركز ركز كده لأنه هم قالوا يكي المونوسيكرايت من 3 ل 6 ده معلومة اه معلومة سابقة خلي بقى هنا فضلي يبقى المونوسيكرايت كونتين هتختاري اهنو هو ده الوجه بتاع الحصة اللي فاتة جماعة متأكدين يعني طيب ماشي ها المونوسيكرايت هتبقى هل من 3 ل 6 اكسجين اه تنفع لأن الاكسجين قدل ايه كاربون نتحلي في الاول ها يلا جماعة لو انت عرفت ان عدد الهايدروجين اتوم في المونوسيكرايت اكس يبقى عدد الكاربون قد ايه حد فاكر الكاربون والهايدروجين جندي هاف اكس عدد الاكسجين اتوم في الريبوز رمز الريبوز هل في حاجة تانية خيب اسئلة بنك المعرفة انا حبعتها لك ماشي صور وارقام طيب اشتركوا في القناة